يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة اليد في الثامنة من مساء الغد مع نظيره الجزائرية وذلك ضمن منافسة الدور الربع النهائي لبطولة كأس إفريقيا لكرة اليد والتي تصدفها مصر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري ووصل منتخب مصر إلى الدور الربع النهائي للبطولة بعد تحقيقه العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب في دور المجموعات حقق فريق إستراند كامباني الفوز على ضيفه مصر المقصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على سد بوترو سفورت بإطار الجودة الرابع ولاشي من الدور الممتاز لكرة القدم وبهذه النتيجة رفع إستراند كامباني رصيد إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر بينما تكبد المقصة الخسارة في الدور 14 له في الدوري ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الأخير منح الرئيس التونسي قيس سعيد البطلة العالمية التونسية أنسي جابر الوسام الوطني للرياضة من الدرجة الأولى جاء ذلك تقديراً لمساهمتها في إعلاء راية بلادها أمام المحافظة الرياضية الدولية وتوجه سعيد بالشكر للبطلة أنسي جابر على ما بذرته من جهود للوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة في الترتيب العالمي وما حققته من إنجازاته ختم أخبار رياضة وعودات مرة أخرى إلى آية وصحر إليكم شكراً لك دينا الشرف شكراً لك